اشتركوا في القناة سي جواد رصام عضو المكسر الفيدرالي لحركة الطفولة الشعبية سي يوسف مرحبا بك شكرا سي جواد أهلا وسهلا شكرا لإخواننا الاستضافة وعلى المواضيع التي هي حساسة التي تجبد وكي يقوم به سي يوسف التغذية داخل المخيمات الصيفية كيف كنت يتكلف بها؟ واشل الجمعيات؟ واشل الوزارة؟ واشل المموينين؟ يعني هذه القضية خلق نقاش كبير في هذه الأيام الأخياء خاصة مع انطلاق موسمة المخيمات الصيفية وطيب هذه النقطة للتغذية لا يمكن نضعها في واحد سياق تاريخي باش نعرفوا شنو اللي كانوا واقع بعد حال المخيمات والبدايات ديالة في إببان الاستعمار ديال المغرية في الصدو 40 ومعرفاته من تطورات ومجموعة ديال الاجتهادات اللي قاموا بها الاخوان ديال الحركة الوطنية باش خلوا أنه مغربت هاد المخيمات بعد ما كانوا كانوا كيستفدوا فيها فقط الأبناء ديال الفرنسيين وأبناء الأيان اللي كانوا كيستغلوا مع الفرنسيين وللإشارة أنه من اللي كان كدير العرض لتكوين ديال الأطور ديال المخيمات هو واحد شخص كان اسمته تيبو تيبو وكان من أول المديرين اللي اخده اللي اخده على عاتقهم انهم باش يسيروا المخيمات وانا في جانب ديال التغذية وانا في جانب ديال التغذية هو أنه المخيمات كانت جيب جيب الأطفال ديالك وكانت تدبير ديال التغذية كيبقى من القطاع المنظم هو كيجي ولي كيوفر الاقتصاد والجمعية لا ماشي والجمعية هو من بعد استقلال المغرب اللي هي الوزارة الوزارة التي تكلف جميع الأمور إذن وصبقت هذه العملية من السمرة جاءت واحد وقتها من بعد في العادة ديال المرحوم عوض الطيف السمنالي بدأت تدبير تشاركي تدبير تشاركي اللي هو أن الوزارة كتوفر الاقتصاد المركزي عبر الممويد اللي يلا وكتوفر جميع المواد وكيجي المقتصد اللي هو ديال الجمعية اللي من بعد في طبيعة الحال مع الوزارة تم تدريب ديالهم على الاقتصاد ديال المخيمات من بعد تدبير تشاركي أنه المختصد ديال الجمعية هو اللي يدبار فيما يخص تغذية فيما يخص مجموعة ديال الأمور واللات الجمعية كذلك هي اللي كانت توفر جهزات كاملة ديال المطبخ ديال العمل ديال المطبخ فيما يخص تدبار ديال عمل تشاركي جاء في العاد ديال اللي عليش كنقول لأنه في كل وزير كيجيب قراراته ما يكيبقى واحد عاد محكمه ممكن تذكر عليه من بعد ومنيجاتنا والمتوكل دخلت في تجربة ديال المموين وهي كانت غيكة تجربة ولكن من بعد والتي هي الواقع الآن واللي يقول فيه أنه المموين واللي كيمو المخيم دونك الجمعيات خرجت على تنمينات الاقتصاد يعني تلناس اللي عنده مقتصدين معناش اليوم لأعداد مضبوطة لش حدي المقتصدين اللي يبقوا بذون مهام ولكن يعني تحولوا كمضارع أو مشرفين على المخيمات بدأت مسألة ديال تمويل اليوم الغريب حاليا 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 كنت تكلف المموين المموين اليوم كانت تذكره لأنه حالة دي كانت لدينا 25 درام في المنحة ديال كل الطفل اليوم كانت تذكره 60 درام هذا يعني أنه يزير في وصل البرلاقة ولكن اليوم كانت تغذية كانت تغذية 60 درام كافية البعض يعني فشل والله تجربة على المموين واللي تتكلف بدل مسألة تغذية الناس فرحوا وقالوا بزيان لأنها كانت تشكو الناس على مستوى التغذية في المخيمات الصيفية مكافية الجودة مكينة لأنهم مموين يفروح التغذية بزيانة ولكن الأصداء التي تخرج من بعض المخيمات ستقول أن العكس حاليا أن التغذية قليلة وقليلة بلما نضرع على الجودة بلما نضرع على المسائل الأخرى هذا يجب أن نضرع أمور نضرعه في الظرفية الحالية الظرفية الحالية الآن والذي نتعامل مع من أحد إطار من خارج من المنظومة التربوية مموين مموين والتريتار وهو شركة دار المارشي يسبب يربح يعني بلما يقرأ المخيمة فيه ألف وحد يقرأ جوج درهم يريزر يبطل ألفين دير الدرهم ودخل المارشي العكس الأمور كانت الأمور من قبل وهو وفا في تسعينات ثمانينات تسعينات كانوا الجمعيات هم اللي كتكلفوه كانوا معدودة على رواس الجمعيات الطبوية حقيقية ماشي هاد جيش اللي يدار الان اللي ولا اي منهبه هو الدبه ولا كدير تخيم وبالتالي تدخل ومنه كمشي المطاعمة كعبشة شنو طاريه وتي وكلو اي حاجة وتمكنو يقبلوه ويمكنو انه ينغوصي كمشي وتنغوصي ومعه مع التريتر باش ينقص لهم من الماونة اللي كتعطيه للطفل وياخده واجهة واجهة معروفة عند الجامع كل الجمعيات الوطنية اللي هي معروفة كان ديمة الدبع لودك الطفل اللي كتابلت تشغل معاه على طول السنة هذا الان واني كنشوف بان المنحة المخصصة للتغذية او المطعمة اللي نتال مصطلحات تبدله زادت ترفعات بزاف لياستين درهم وكانشو نشوفو مقارنة مع تسعيدات كانت 17 درهم وعشرين ومنين وصلت للخمسة وعشرين درهم ولينا تقولوا بان هذا إنجاز كبير وكانك يخل الطفل مزيان وتشغل الخام لدرجة ان الجامعة تعرفوا تسالي والداري بالحوالة مشويين والحوالة مشي كنجيبوهم لدعم من الميزانية ديتو بديك خمسة وعشرين درهم ديتو اللي كندبروها وقدشاكه الآن كنقولوا ستين درهم وكتبقى مع العلم ان اللي خصنا نشوفوه ماشي المبلغ لان بعد منك نشوفو فكاية هاد السباس اللي كينلان تنشوفوه الكراماش وهذا القراماش ديل التفل خصوية كله كنجيبو 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 وزارة نعنية مع وزارة الصحة ونورمال مكام من الفروض انه شو الشرك الحقيقي اللي كينجيبو يقلسوا ويدلو ناتسابس هذا اللي أساسه خصنا لان شكوك عرف التفل هو الجمعيات اللي خدام ما وهي الوزارة الوصية لانها هاته هي رقمة واحد تجارب كبيرة وعندها خبارة بين قوسين هنا غر النقشة الخبارة وشك يقوموا بالمهام ديالهم ولا في قوموا الديفيا ولا الديفيا والجمعيات الوزارة رفعت من النسبة على التغذية المخصصة لكل طفل يستين دلم مبرغ ليوات يقول بأنها محترم علش وقعد إشكالتها التغذية حاليا في المخيمات لا هو الوزارة دير اللي عليها يعني رفعت من نسبة المنحة لا والمنحة محترمة مزيان ولكن كل يوم وشك الرقب وشبقت في الاحترام دياله ولا نزلت الله تعالى كيف يبقى النقاش، أي عام اللي يمكن هناك نقاش ديالنا اليوم كاجمعيات نقش معك ويستين الأدوار اللي نقوم بها اليوم نحن على مستوى العملية التربوية وان شحنا ناجحين ولا لا طبعا لا نقول لنا سن من العملية 100% ولكن أنحن نوصل لهم إلى 80% 90% لدينا نجاح العملية التربوية يمكن لك إضطر ان ما نصل original 100% هو عملية التغذية اليوم دور ديال ليسنا صفقة وشكينا المراقبة مراقبة الجودة اليوم سيجوز ركادوا لا 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 قد يمسوني حكوميا نعم طبعية حار ركادوا لاسل بيسرا في مجموعة ديالشوروط وش هذك الممويل وفر طاولات المناسبة للاكل وش هذك الممويل وفر الكراسي المتوفرة وش هذك الممويل ديالك العمال دياله وش مدكلاريه في صندوق الوطني الدمال الاجتماعي وش متوفرة على الشواية الطبية اللازمة وش عندو القلوعة وش عندو العوراق ديال ديال المطعم وستردرم جموعة ديال الشوروط الي عندونا كيخصوية التنزيل ديال اليوم وش الش الجمعية اللي غsych جترقب للجمعية دونيا تخيمت ناشرة ق unknowns model وش هي غاديت بطيء على ايام ديل تخيم ديالها في المراقبة د هي عندها مسئولية الطفل المسؤولية تربية المسؤولية التربية مرتبطة اليوم بالمرسوم الجديد أنه يجب أن تكون مسؤول على السلامة للطيف والسلامة للدينية والبدانية إذا اليوم لا يمكن أن نضيع الطيف العلاجة المخيمة في النقاش هذا نقاش واحد آخر بحالك نقول له هذا نقاش الكبار ولكن سي المعلم والسؤال موجه للسي جواد رغم أن الجمعيات لا يوجد أدفال القادية وكل وجهة ديها لا أنا كأب واحد طفل سيفتم واحد جمعية اكس أنا جمعياتي يقولوني التغذية غير مناسبة أنا جمعياتي يقولوني التغذية غير مناسبة هذا الواقع لأن الدر من المخيمة يسؤلون ببعض الشيء وشكلتي وشضربك هذا ليس مصطلحة نحن الآن ما نتقصيه غير في جانب الترباوية تنشيطية كنشده برنامجية نتكلفه به مع العلم أن البرنامج التغذية هو بارمي البراميج اللي يدخله في جانب الترباوية لأنه فعلا مني كنشوفوا السباس وكنشوفوا طريقة التغذية والترتيب ديالها وفقاش كتاكل هذا وفقاش كتاكل لحم وشكل كتاكل لحم وشكل كتاكل تلقوا بأنه هي تغذية متكاملة لأنه مبازل لأنه وزارة الصحة هي الإنفيذيالي وعطي شحر القرامات كل شحر الجسم تخصوه لتنشيط وشكل كتاكل كتاكل على سبيل المثال مثلا تنشيط وشكل كتاكل مثلا الفيليداند الحم ديال البيبي مني تنشيط الغذاء الدري اللي عنده سبعة سنين لثمانتاش لسنة أشكي يدرون لك نفس بيس مئة جرام سلاش مئة وعشرين جرام يعني بين مئة ومئة وعشرين دبقى أنا من غريل المشهد أنا ممويل ممويل ومشاركة الجمعية ستطالب بمئة وعشرين جرام يمكن في النقوصي إذا كان ممويل شوية يفهم إذا وصلوا لجانب مئة وعشرين أو لك مئة وعشرين أو لك ما بغيش يقول مئة وعشرين تبقى مسألة تكوين المسئول على المطعمة الجمعية كيف يمكن له كي نقوصي الآن الدور الذي يخصوه رقمه هو الدور الشبيبون الرياضة هو المسئول على التغذية هو الذي يجب أن يقوم الضر الآن في الجانب هذا ويراقب ومنين يريد أن يكون شيء يخرج أو شيء يدخل ويحصل الأمر في حينه خاصة أن الأمر يتعلق مال خصدروا المراقبة والناس التي تضعوا للصف ما كان يفعل ذلك لم يكن من الاية الفردung أفردهم 120 جرام 120 جرام 100 جرام 100 جرام نوعيه أعطيك على سبيل المثال عندما نرى الحنا hidden من النوعيات نوعيه مالذي صالحة مالذي من الناس مالذي من الوزراء مالذي من المفرpunk ومالذي من الشهر حتى تستطيع تعدموا ملزام بالعملاء. كان جانب العملاء. جانب العملاء اللي هندم اللي فايلة كينين. تدقاموا خيام فيه 1-400. فيه مطعم صنطرال واحد. هذا جيب جوش طباقة ولا طبقة طيبة ومساعدين دياله. اللي كيوزعوا المكلاكين ينفسه باس. عوض مخصو يجيب على الأقل واحد. عشرين واحد اللي كتستروي. لأن التغذية لا تحتاج الوقت لتدري من النسائرية. إما يمشي الغداء ينعشوا هذه القيولة ديته ولكن يعشي الصرى دياله. هنا يقولوني بأن المطعم يؤثر على البرامج الطباوي. تتعطن شو البرنامج. ومن تتتخذر لا تشاهده لك ما يفهمش. واخر المطعم المخيمة. اليوم تعل المخيمة بالنسبة للتغذية كيف الشيء الصباحة شيدروا اليوم والغدار شيدروا. يعني إذا بغان نصروا الناس. لا شوف مسألة مسألة مسألة. سي جواد قاس واحد مسألة. اليوم كخصة مقاولة مواطنة. أقولي شي هي كل الدرين. اليوم هذ الممويلين حتى في الاختيار ديالهم. واشهد الممويل هذا الدجا خدم مع مدارس. خدم مع واحد مجموعة. يعني عندو الاحتيكاك مع الطفل. أنا اليوم أشوف راحنا بنواجج. لعملية متنقيدة. العمليات الترباوية غدا في مستوى راقي. جمعية تبارك الله. تطوروا الوسائل التنشيط ووسائل العمل. على سبيل الممويل يتم تراجع في مسألة التغذية. أعطيك مثال. اليوم كننجو في الفطور. لا أريد أن نعطوها التخصيل. اليوم كننجو في الفطور كالقاو بأنه محطوة واحد البرايق الحليب. اليوم كننجو في السيجود والغرماج. وشكينة جوجيترنس الحليب. نعطيك الممويل يتيجبك مع المدير الترباوي ويأخذ من عنده. أنا أعطيك مثال. يمكن أن نعطي أطفال لديك. وماذا يوفر لهم الأكل الخاص؟ ماذا يوفر لهم الأكل الخاص؟ وماذا يوفر لهم الأكل الخاص؟ أضفال الذين لديهم مشكلة لغليطان لا يكون لغير فرص وماذا يجلب لهم قمحة ويجلب لهم بزاف هذه الأمور؟ هذا النقاش هذا في العمق منتيني، في الشكل جيد رأى خصائد فعيل ديور دصور هالما المسؤولية بقرونة بالمحاسبة اليوم انت وقعتها وصفقة عمومية بالنسبة لك أنت وش تحس بأن الطفل فش يأكلون كفطور ديورو لغداد ديورو يعني تيشبع وتيكولك بخير أنا كيبقى نقص تيقلب على شي حاجة أخرى رأى كونك يشبع كل إحنا اليوم ديور المدحو ديور القصم ديور الشهر رأى ديور مسألة إحنا يمكننا لورينا صوار مثلاً كيف كان قولوا المقبلة ديور الغداء رأى الطبسة اللي ممكن ما يدخلوش فيه عشاد المعالق فهذا ما بلوكا أنك تعطي لغدادة نحن ندرو هذا الطفل وطفل اللي أعطيته تقبله أنا الطفل اللي سبع سنين سنين عشر سنين اللي أعطيته ليه هو فعل الفضاء وانت مسؤوله ليه وكذا تياكله وكذا تياكله وكذا تياكله انت كمسؤول على هذا الجانب لأننا عندنا صور الآن لجميع المخيمات جميع المخيمات لكن الآن كنت عندنا صور كنت أعطي لكم بشيء نشرها كيفية القراماج لكي نعطيك على سبيل المثال ديور صباح 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 لغداء لأنك يكون لهم ديور صباح تدرلهم برقوقة أو خوقة صغيرة كهوخص يأخذ مئتين جرام ديور صباح أنا مثلا للمشيت مسؤول أشياء كنت أطلب مثلا لعدي مئتين دري تنضرب مئتين جرام في مئتين تعطينا واحد جوش كيلو تقولوا عطينا لكي كيلو خلينا نفرغ تقدر جوش صغيرة تقدر جوش صغيرة مهم هو الدرية كل مئتين جرام تقدرهم برقوقة صغيرة لعدان مثلا تقدرهم تقدرهم مئتين جرام تقدرهم مئتين جوش تقدرهم برقوقة صغيرة ثم تقدرهم جمعية تقدرهم روحات تقدرهم روحات تقدرهم برقوقة صغيرة لأن البروحات كانت نظر إصلاح أخطاء نظرنا روحات لذلك لا نقول مطعامة لأننا في التقصير مجموعة من المخيامات كيف تقولك بذلك الأمور يمكنك أن تتبعوا قد تتبعوا قد تتبعوا قد قد تتبعوا قد أكثر من أجودها من المسألة لذلك سأتخذ الحليب وهذه عملية تقنية التي يمكن أن تتربحه لفورنيسور نحن بالعبارة لأنه قدامنا نعرف هذا الأمر يجب أن يستعبغوا هذا الأمر فهذا العبارة نحن نخبره لسيء حقه وهذا العبارة نحن نقول لدينا كان يشد الحليب بودر ويخلطه لك مع الماء ويشدك الحليب بنات العبار، ويخلطه لك مع الماء ويقول لك أنه كله يستعبغوا لك القسمتك ليجبه لكله ومع القهوة، لأنه يجب أن يكون قليلاً ويشد القهوة غبراً ويجعلها مع الماء ويخلط لك أن تكون تكبيراً لا، لا، لا تكون تكبيراً يعني أنه يدخل الممويل أو يسعر رفح أكثر من يسعر توفير الجودة والراحة بالنسبة للطفل؟ لماذا أتذكر عن السياق التاريخي؟ لأن السياق التاريخي يجب أن أتذكر عنه وزير في شبور رياضة الذي اسمه سيمو حمد القحص أتسمى حمد القحص جاء تلقى الأعداد التي كانت تخيم بها المغرب تصعده 40 ألف مخيم لأنه لا أريد أن نقوله كحمولة سنوية تخيم ولكن في الدياغنوستيك اللي دانوا مع المستشارين دياله وكذا لقوا واحد الفرق، لقوا بأنه 24 ألف هي التي تخيم بها الجمعية الوطنية و25 ألف هي القطاع الخاص، ما هو القطاع الخاص؟ وليس الشركة، كنت تذكر عن الشركات لديك الاسم ديالها هذه الشركة لديها مخيم، في موزاريا، في سعيدية، وكذا لا يوجد مدد 25 ألف 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 يعني بها لأنه لا يوجد علاقة بشبور رياضة هي فقط تستفيد من الأطور التي تكون بشبور رياضة في إطار شركات مع الجمعية أو في إطار العمل المباشر، هذا الشكل بوحده وبالتالي 24 ألف أدار عدد 500 ألف، وهنا الأمانة، كخصني نذكر أحد القضية هذا علاقة الذين كانت من دات فمن كناس، ودرسها جمعية المواهب وكانت الدفاع على الموضوع اللقاء ديالنا اليوم، والواقع ديال المخيمات وكان أحد المستشارين ديال القحط، في اللقاء، وكانت ذكروا أنه ممكن أن يتم الرفع العدد المخيمين. الخبار وصلت للسيم محمد القحس قال لهم أنا مساعد لنا رفع العدد من 24 ألف إلى 100 ألف لدرجة أن هذه الجمعيات صارت بصدماء. كيف أشغل نطاق 24 ألف إلى 100 ألف؟ بالإمكانيات التي كانت متوفرة. ولكن الرجل كانت الإرادة. ما هي الإرادة؟ هو أنه تقدم بالمشروع متكامل. أول شيء، تم تمويله من صندوق المقاصر. هذه الأولى. كيف أشغل المخيمات التي كانت مسدودة وإعادة إعادة الفتحها؟ ونقدر أن نعطي نماديج هذه المخيمات. مثلاً، التي تم إفتحها، وأسماحها، سيدي فتح، أقلموس، تفغلت، كان بعض المخيمات التي تم إعادة تهيلها، وصل الطيب في المادية، وكانت مخيمات الجماعية، مثل المزار، البدوزار، بوزنيقاس، وطيب الإرحال، وطيب الفتونات، ودكا الفتونات، وكيف أشغل المخيمات التي تم توسيع الطاقة السعبية؟ بلوح الآن، مثلاً، كما أن الرسل ما كانت في عام 2000 أو 2000، في عام 2000، وفتح وزارك، كانت توجد 800 وصلت 1200، كانت في حقوص، ومن الأخرى، كانت أخرى، وهذا مخيام ليس فقط غير مخيام حتى في شكل ديالو صحيًا هو غابوي وشاطئي والطرف ديالو مزيان يمكن اليوم كانت ترامي عليه من طرف العقارات هذا نقاش الحوزية كانت من 800-120 السعيدية كانت من 600-120 ولكن النقاش هنا بشغل التغذية النقاش هو أنه في العادة ديالد الوزير كانت تغذية كانت وصل 22 درهم ونحن نعقل أنه في ذلك الوقت يعني في الفترة اللي دوز في ثلاث سنين المتزالية كان يدار الاختتام ديال الموسم بالحضور ديال جلالة الملك الموسم الأول حضر نيابة جلالة الملك حضر مول عرشيد في الاختتام وفي الموسم الثاني حضر جلالة الملك براسه في الاختتام اللي يدار في إفران في ملعب ديال إفران وفي الموسم الثاني حضرت الأميرة للأسماء هنا كانت سألوا علش النقوص علش تراجع على هذه المكتسبات علش المخيامات كان فهموا اليوم أنه كان المخيامات في القطلص اللي كان الندرة ديال الماء بحكم هذه الجافة بحكم هذه الأمور كان فهموها ولكن بطبيعة الحال كان هناك أدوات وكان هناك أليات اللي ممكن تستعملهم أخر مرة سيوسف سيوسف اسمحني النظر التاريخي سيدر على السيوسف هي لحضر على الناس شيء يقاررون من المخيامات اللي كانت سيطور سبعينات ثمانيات مع المخيامات كان الإمكانيات كان الوسائل كانت سيطورة وليس لم يكن على المستوى التغذية فقط ولكن تعلم تستعمل الممتوج التربوي داخل المخيامات وكانت تنسبه فضائح داخل المخيامات وكانت أن الأب لن يجب أن يأمل على ودود داخل المخيامات هذا هو مقصنف لأنه من التاليخ لأنه لا ندفع هذا المرحلة حالية كانت تنسبة كبيرة كانت أمكانية جديدة لكن في هذه الأمور كانت تنفع تنفع وكانت 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 تتطور ويوجد مستوى المملكة لم يكن مستوى من مخيامات لن نتركع نعم ما هي المشكية؟ ها هي الصيانة المشكلة وعندما تضع الأخضر وفي الآن لم أ acredite من الجانب التربوي اجري يجبه لم تكن هناك مثل هذا المخيام وهذا المخيام ترباويا لا يمكن أن يكون ترباويا لأنه خاص الشالي يكون فيه مؤطية ومجموعة عادية لتو تعطيك الشالي فيه عشرين، كيف سنضير فرقة ونصف؟ وهذه نصفه نادرة يجلب الحويجات يؤثرون لأن المهندسيين التي تحطوها هذا الشيء لا على قطرهم جانب ترباويا لو كانت العملية التشاركة والإدماج وكذا وفكره حتى أمام أنا تنشك بأن حتى النزل الوزارة لا أعلم أنهم شركوا لأن الوزارة توفى على أطور كبيرة جدا واسميتهم كيف سنستشركوا؟ لأنه عندما يستشركوا لا تكون القادر الرؤية هذه هذا من جانبها، أما نرجعه جانباً للتغذية لنا فهذا جانباً للتغذية لنا، أنا كنحمل المسؤولية للوزارة لأن الوزارة الوسيطة هي مطلقية والكلية، هي ملت الشيء والكلية هي ملت عصة، هي ملت عصة، هي ملت عصة إنها تشترك الجامعة وتشترك الجمعيات كما تقولوا جامعة هي الجمعية إنها الجمعية مغيبة في الجانب هذا مغيبة حتى في البرامج الترباوية لأن البرامج الترباوية المتفق عليها حاجة والواقع اللي كنشفه و الإمكانيات حاجة أخرى في الجانب ديرات الصفاقات هذه كنشوفوا شيء أمور لي هي بعيدة كل البعد أشنو المطلب مثلا اللي قصو يكون على الأقل أشنو المطلب كما قاد سيجاوات باش نخرجوا من هذا المطلب اللي أعطى اللي أعطاه ولكن حنا مستقبلا باش رجع الجمعيات والوزارة التكلاف والمقافة المموينين واشنو لا لا شوف شوف أنا غدي صحح واحد نسأل الله يجزك بخير قاش قلت ودي العمل الترباوي توارفت إدني هذا ما عرشت إدني نهائيا والناس اليوم اللي يخاف من المخيام الحواديث اللي وقعت اللي وقعت معزولة باش نكونوا واضحين اللي حالة لوقع العمل يفاته جديده باش مخيام هذا سمعت بالتطوار هذا يجبعى دلياري هم هذه كمسؤولية للوالدين أنا وولدي فان غنصفتوا سمح لي هذا معزول على المخيام أنا كنقولك اليوم العملية الترباويات تطورات اليوم اليوم هذا المدريب لأن كان يخراج صوتيات وك جباح وبيدا الحمد لله كان مكبرا دير الصوت كان أليد دير صوير اليوم إذا تراقبوا الصفحات الرسمية للجبعية، كانوا يشاهدون أولادهم وما بعد عليهم بعشرات الساءات يشاهدون مشترك صهراكي، يشاهدون فصل خيمة دياله، يشاهدون ويجمع باليسته كانوا يشاهدون فزاحية مع ناخل مباشرة، ومسألوا أحد أخرى لا يمكن أن نقرها ويجمع باليومار يحصل إلى 24 أو 24 سنة، ويجمع تطويرها في اليومار ويجمع تطويرها، ويجمع تطويرها، ومسألوا أخرى هل يمكن أن يكونوا أخرى لتغذية؟ أرجعوا لتغذية، يجب أن يكونوا مراجعة للمطعمة الآن، في هذا الممويذة يجب أن يكونوا حلول، أما أن نعود إلى النظام التشاركي لدينا من الأطول التي تُوفر عليها الشمعيات، ثم جميعاً تذكر في نيقاجًا، ب 2001 في حد من الأوقات فلن تستخدم هذه الطفيلة من حزاب، ومن ثلاثة عدم نتعاس كان كي يصبح نقشاً للمسألة في الرجوم الوطني، كيف تضبط لها؟ ونحن ندب الآن الانسطنس التي تبعها لضائع القرية الأمال هي الجامعة الوطنية التخيم والشركة الأساسية الحل الثاني هو أن هذا النظام للصفاقات يجب أن يتلقى له النهاية ونحن نقول بمشارة الرئاسة الحكومة أن هذه المتوازنة على الأقل يتم تجهزون المتوازنة في العملية التربوية المتطوعين تبارك الله الذين يخدمونهم ونحن ندب على التطوع التعاقدية والصرف والخصصات التغذية والخصصات إلحاءه أنا عندي جوش أمور أولا قصت تاروح دواة وطنية دي المعنيين بالأمر معنيين الحقيقيين والشركاء الحقيقيين في عملية ترباوية للمنجمية الوطنية الحقيقية الرائدة هذا ماشي كان الآخرين ما يكونوا واحد اقتصد دياله هذا ما إذا دلو أثمتوا يكون في جميع شركاء باش نوصلوا لحل نعطيهم المشاكيل ونعطيهم الإنجازات ونشوفوا في المكان مضوع ومكان القوى ممكننا نخرجوا الشكل الثاني الذي كان ذهي ليه لداد الرائدين ورأي مجموعة من الناس وهو الرجوع لعملية التشاركية التي يدرها للأخ ونربطوها بمسؤولية بالمحاسبة لماذا؟ لأنه ثاني نقول لهذه الرائدة سوف يكون لجمعية الإحقاق وعندها ارتباط وعندها حب للطيفون وحب العملية تقيم لأنها مدرسة تؤثر أنا أعرف أنه دري إلى دو صغيرة حالة وحدة في حياته تؤثر له حياته كاملة لا يتخدمه ولا يتعرف كيف ينجح فيها نعرف أنه مرحلة وحدة في حياته يمكننا تطرد عليه وتأطره ويقول له مستفد إذاً نرجعوا رابط المسؤولية بمحاسبة هذه الجمعية التي نعطيها هذه المسؤولية دي البطعمة نحسبوها نراكبوها نراكبوها لأن هذا المال عام نراكبوها عند الدولة عند الإمكانية نراكبوها عند الإمكانية ويجبون أن تحسبوا أن من بعد أن القبولة لمن كانت حدنا الإمكانية كانت الأمور جادة وكانت تغييرون ما نقلص المسؤولية دي البعض الجمعيات ما نقلص المسؤولية كبيرة دي البعض الموظفين لتاهمة كانت الموظفين كانت الموظفين لقبعة وكانت الموظفين في هاتف المتعامة كانت الموظفين كانت الموظفين لمن كانت الموظفين لأنها تتحاملوا مع بعض الموظفين لا يوجد أهم ومن أحدهم الهدف كيف نربطها العملية، ندوى ورجعهم أمور مصابير سيوسف شكرا جزيلا على قبول الدعواء شكرا كذلك لهذا الحوار الشيق مع أخ جواد سي جواد شكرا جزيلا شكرا لإخوانا للإستضافة تتبعي قناة الفانس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله